اشتركوا في القناة الوقف والابتداء تحدثنا عن الوقف والابتداء نكمل ونقول تحدثنا عن الوقف التام المرة الماضية والوقف الكافي والوقف الحسن اليوم نتحدث عن الوقف القبيح والوقف اللازم الوقف القبيح أن نقف عنده أو أن نفصل بين الفعل والفاعل أو أن نفصل بين الفاعل والمفؤول في الدغة العربية أو نفصل بين المفعول والحال أو ذوي الحال أو الصفة أو المضاف إليه أو البدل كل ذلك من نوع في الوقف والابتداء لذا الوقف والابتداء لا يمكن أبداً أن أقف وأفصل بين الفعل والفاعل يعني لا أقول جاء وأقف جاء فرعون لا يجوز أن أفصل بين الفعل والفاعل ولا يجوز الفصل بين الفاعل والمفعول ولا بين الحال ولا البدل ولا الصفة ولا الصفة ولا المضاف إليه ولا النداء ولا جواب الشر كل ذلك لا يجوز الوقف عنده مثلاً مثلاً عايزي أنا مش عامل مش عامل ضرر مش مشكلة إن شاء الله لا الله يبقى إن جواب إن جواب إن الناسخة وكذلك كان وأخواتها كان الناقصة كل ذلك الوقف قبيح عليها ولهذا نجد في كثير من المصاحف علامة الوقف لا أي الوقف الممنوع وهذا اسمه الوقف القبيح الوقف القبيح إذن الوقف القبيح أن نقف على كلمة ليس لها معنى يعني حينما أقول مثلاً إن تؤمنوا بالله وأقف هل جملة الشرط هذه هل إن تؤمنوا بالله أفادت معنى أي جملة في اللغة العربية لم تعطي معنى حال الوقف فالوقف هنا قبيح نعم الوقف كما قلنا قبيح طيب علامات الوقف في المصاحف الشريفة 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 تختلف عن بعضها مذاهب المشارقة أنتم أهل أندونيسيا وماليزيا والهند وباكستان وتركيا وطاجكستان هذا نسميه المشارقة تعتمدون وقف الإمام السجاوندي هذا رجل له كتاب اسمه عيلة للوقوف للإمام السجاوندي هذا كتاب مشهور في القرن السابع السابع الهجري تحدث عن تقسيم الوقف واليبدأ وقسمه إلى خمسة وقف مطلق اللي هي الطاء عندكم في مصحفكم طاء وكذلك جيم يعني الوقف الجائز والصاد يعني مرخص والزاي مجوز ولا الممنوع وميم اللازمة هكذا يعني هو يبقى عندنا اللي هي طاء وصاد ولا وجيم وزاي وميم الخنجرية هذه علامات الوقف عند الإمام السجاوندي أنتم مصاحفكم على هذا الوقف لجنة المصحف عندكم لجنة المصحف عندكم لا تعترف إلا بهذا الوقف أي وقف موجود عندكم في المصحف قال بها الإمام السجاوني أضف على ذلك نضيف على ذلك أن هناك علامات أخرى اللي هي قف وقاف هكذا قف وقاف تجدونها؟ هل رأيتم هذا الوقف؟ قف قف اختصار لكلمة قف أولى والقاف يعني اختصار لكلمة قف مرة أخرى أن قف معناها قف أولى أخذنا الحرف الأول قف قف أو قيلة وقف أنا آسف آسف قف اختصار لقف قيلة قف أخذنا الحرف الأول من قيلة قيلة والحرف الأول من قف فبقى قيلة قف فنسمي هذا من هذا علامات أيضا بالقف مثل قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أمن انفسكم عزيز تجدون في مصاحفكم قاف أو قف لأن كلمة عليه ما عندتم جملة أخرى مستأنفة لا تدخل في حيز الجملة طيب مصاحف مصر مصاحف مصر أو مصاحف الحجاز أو نسميها مصاحف مصر تعتمد وقف الإمام الأشموني والإمام الأشموني له كتاب اسمه منار الهدى منار الهدى هذا كتاب عمدة وكتاب كبير في الوقف والابتداء نعتمد عليه لكن لا لا نستخدم إصطلاحاته لا نستخدم إصطلاحاته فالوقف عنده على ثمانية على ثمانية أنواع تم أتم كاف أكفى حسن أحسن قبيح أقبح إذن الوقف عنده على ثمانية نحن لا نستخدم ذلك نحن نستخدم كلمة قيلة أو صيلة أو جيم أو ميم صحيح؟ أنتم في مصاحف السعودية تجدون هذا فقط يعني قيلة قيلة صحيح وصيلة وقيم اللي هي الجواز وميم الوقف اللازم تمان أما مصاحف المغاربة والمغاربة نقص الدولة ليبيا ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا هذا نسميها دول المغاربة تستخدم علامة وقف واحدة فقط اللي هي صاح 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 يعني اسكت علامة للوقف فقط كل المصحف عليه علامة واحدة فقط اسمها صاح هذا الوقف كان لواحد اسمه الإمام الهطي اسمه الإمام الهطي الإمام الهطي هذا كان إماماً في القراءة واصطلح كل علامات الوقف تسعة آلاف موضع في القرآن وضع عليها علامة الوقف وهذا ما نسميه الوقف الهطي الهطي يستخدمه أهل المواربة جميل طيب أريد أن أقول أن عندنا في المصاحف عنوان الكتاب عنوان الكتاب بين أيديكم أنه أن هناك خمسة مش مشترك مش مشترك خمسة خمسة مذاهب في الوقف خمسة مذاهب أو خمسة مذاهب في المصاحف كما ذكرت لكم كما ذكرت لكم المرة السابقة أن هناك مصاحف المشارقة أنتم مشارقة مصاحف المصريين ومصاحف المغاربة ومصاحف الشناقطة تسمعون عن الإمام الشنقيطي الإمام الشنقيطي إمام التفسير الإمام الشنقيطي أو في السعودية كتين يوني الشناقطة الذين يحفظون الذين يحفظون الأحاديث وهذا كله اسمهم الشنقطة وهم أهل موريتانيا موريتانيا نسميها الشنقطة يحفظون لهم هذا مذهب خاص ومذهب الأفارقة الأفارقة يعني كثير من دول كثير من دول الأفارقة يستخدمون مصاحف تختلف الخط عن المصاحف الأخرى يبعى عندنا خمسة مذاعب يبعى مذهب المشارقة والمصريين والمغاربة والأفارقة والمشارقة طيب أقول لكم نبدأ بقى في موضوع تقسيم القرآن الكريم السؤال لماذا يعني موضوع تقسيم القرآن هل قسم القرآن الأولا يعني قبل أن نبدأ ما معنى قسم القرآن قسم أي جعله أقسام يعني أنت اليوم تقرأين جزءا وعدا جزء وتختمين كل شهر جزء هذا اسمه تقسيم القرآن هل تقسيم القرآن هذا كان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل كان من عهد النبي تقسيم القرآن نعم كان من عهد النبي النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فتشاجر بعض الصحابة فخرج عليهم فقال شغلتموني يعني أنتم عطلتموني شغلتموني عن حزبي يعني أنتم كنتم سبب في أنني لم أكمل حزبي قالوا وما حزبك يا رسول الله أنت يعني ماذا تقصد بكلمة الحزب قال أقرأ ثلاثا اكتبوا هذا عني ثلاثا أي أقرأ ثلاثة صور البقرة قال عمران النساء أقرأ ثلاثا في أول يوم من أسبوع يقرأ ثلاثا ثم خمسا يلا نقرأ خمسا اللي هو بقى المائدة والأنعام والأعراف والأنثال والتوبة يعني يقرأ في اليوم الأول ثلاثا ثم خمسا ثم سبعا اقرأي من يونس إلى الإسراء ثم سبعا إلى الإسراء ثم تسعا من الإسراء يقرأ بعد الإسراء تسعا ثم أحد عشر في اليوم بعد ذلك خمسا تسعا أحد عشر خلاص ثلاثة عشر إلى سورة قاف ثم المفصل وفضلت بالمفصل المفصل آخر خمسة أجزاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ثلاثا خمسا سبعا تسعا أحد عشر خلاص ثلاثة عشر ثم المفصل المفصل من سورة الحجرات وبعض العلماء يقولون من سورة قاف إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ القرآن في يوم واحد إذن هو قسمه على أقسام أتعلمون أن الصحابي الذي ذهب للنبي قال أنا أطيق أن أقرأ القرآن في يوم فقال النبي لا أمره أن لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاثة أيام حتى يعي أو حتى يفهم ماذا يقرأ إذن التقسيم تقسيم القرآن هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص طيب ممكن خمس ثواني خمسة خلاص سنة عن أعود في أقل ممكن اشتركوا في القناة شكرا 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 وهناك من قسمه على سبعة سبعة وعشرين جز يعني يختم كل سبعة وعشرين يوم حتى يختم في ليلة القدر ومنهم من قسمه على ثلاثين جز كل يوم جز وهذا تقسيم الأخير هو المشهور يعني ليس تقسيم القرآن على ثلاثين جزء فقط هو العلماء فقط لا العلماء قسموا القرآن على تقسام كثيرة جدا جدا أشهر تقسيم أنه قسمه على ثلاثين جزء ثلاثين من جزء يبقى كيف قسم القرآن على ثلاثين حتى يختم في كل شهر مرة أنتم تعلمون أن الأيام القمرية ثلاثين يوم في الشهر فكانوا يختمون كل شهر مرة هذا التقسيم هو المشهور هو مشهور طيب هذا التقسيم أنه هو كل جزء بها هل يقرأ مرة واحدة في اللون؟ قالوا لا يقرأ على مرتين فقالوا أنتم تعلمون أن إذا أردنا أن نقسم أمرا على شيئا يعني لو أردنا أن نقسم الواحد نصفين فنقول حزب اليمين وحزب اليسار مثلا أو الحزب الأول أو الحزب الثاني فقالوا إن أردنا أن نقسم الجزء على مرتين في اليوم فلابد أن نقسمه على حزبين حزب وحزب حزب وحزب وأنتم تعلمون إذن القرآن فيه ستين حزب من كيف جاءت هذه الأحزاب الحزب أننا أردنا أن نقرأ القرآن الجزء على مرتين في اليوم فقسمنا الجزء على نصفين الأمر الثاني في صلاة التراويح في صلاة التراويح تعلمون أن الإمام يقرأ أن الصلاة تمام ركعات فقالوا أننا نختم في هذا الشهر أننا نختم في اليوم الثمانية أربعة فقسموا الحزب على أربعة أرباع ربع فربع 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 إبه هذا هو التقسيم إبه هذا حكمة التقسيم على جزء وعلى حزب وعلى أرباع اتفقنا؟ فهمتم هذا؟ هذا السؤال بقى العلماء وهم يقسمون هذا القرآن كتاب الله على أرباع كيف تكون البدايات بداية الأرباع فلا بد أن تكون بداية الأرباع معروفة يعني نقول مثلا ربع فتطمعون ربع ليس البر ربع ربع أتأمرون الناس بالبر وتنسون أخوصهم طيب الخمسة مذاهب التي ذكرتها اللي هي مذاهب المشارقة والمغاربة والمصريين والشناقطة والأفريقى مختلفة عن بعضها بالعقل أقول لكم بالعقل يعني فكروا معي عقلا تقسيم القرآن هذا ما الغرض من التقسيم؟ أننا نريد أن نقسم القرآن حتى إذا انتهيت من قراءة أعرف المكان الذي أبدأ منه صحيح؟ يعني أنا الآن أقرأ مثلا جزء أريد أن أختم وأقف على مكان أتذكره بالأمس إذن لا بد أن يكون هناك علامة صحيح؟ أعطي لكم مثال لو أنا أب عندي عشرة أولاد وأنا ميت ميت وأولادي يرثون هذه الأراضي مش يقسمون هذه الأراضي فيضعون علامة عند نهاية كل ميراث عند مثلا كل عشرة أنا عشرة أبناء كل ولد يضع علامة عند نهاية أرضه فقالوا إذن أيضا ما غرض هذه العلامة؟ ما غرض هذه العلامة؟ ما غرض هذه العلامة أنها تعلم الحدود فيقسمون بين الحد الأول والحد الثاني وهذا أيضا نفس الأمر أردنا أن نقسم القرآن فلا بد أن يكون هناك قسمة لا بد أن يكون هناك علامة بين كل جزء وجزء هذه العلامة أولا نفسه فيها ما هو؟ بداية قالوا قالوا المساواه يعني إذا أردنا أن نقسم الجزء إذا قلنا أن الجزء مثلا ألف كلمة مثلا مثلا يبال جزء الثاني ألف كلمة الجزء الثالث ألف كلمة هل هذا محقق في القرآن؟ قالوا لا ليس كل جزء مثل الثاني في عدد الكلمات ولا عدد الآيات يعني صورة جزء النبأ هل عدد آيات جزء النبأ مثل صورة الجزء الأول من البقرة؟ أبدا الجزء الأول من البقرة مئة آية أما جزء النبأ النازعات وعمة فقط مئة آية يعني ربع إذن هو ليس بعدد الآيات ولا بعدد الأسطر ولا بعدد الكلمات وإنما هي تقريب يعني هناك تقريب يعني مثلا إذا قلنا أننا أردنا أن نقسم القرآن فهو ثلاثين جزء كل جزء قريب قريب من الجزء الذي بعده في عدد الكلمات وفي عدد الكلمات ليس في عدد الآيات وإنما في عدد من الكلمات إذا قلنا الجزء الأول مثلا ألف كلمة ممكن يكون الجزء الثاني تسعمائة وكسر أو ألف وبعض الآيات أو بعض الكلمات إذن القسمة بداية لابد أن يكون فيها نوع من المساواة ليس مساواة بالطبع لأن هذا لا يتحقق تفهمون؟ لأن هذا لا يتحقق أنتم لو عددتم لو عددتم عدد آيات الجزء الأول تجدونها مثلا أقل بكثير جدا من جزء النبأ عدد الكلمات إذن هو قريب يبه هو تقريب هذا بداية يبه تفهمون كلامي؟ سهرتتيك نعم مفهوم نعم مفهوم؟ ماشي أم تريدون مترجم؟ مترجما؟ جائر جائر موجود يندكم مترجم ألا؟ يندكم مترجم ممكن المرأة قادمة ممكن الأحد القادمة ممكن الأحد القادمة إن شاء الله المهم يبه التقسيم الأول التقسيم ماذا؟ التقسيم الأول يراعي المساواة يراعي المساواة فبالثاني يراعي تمام يراعي تمام أن يكون هناك تمام في المعنى يعني وليس وليس هذا يتحقق أصلا كثيرا لا يتحقق كثيرا ولكن يعني يحقق بنصفة بسيطة لكن العلماء لم يراعوا لم يراعوا التمام لأنني لو راعيت التمام إذن ستجدون ربع مثلا ربع أربع صفحات وربع صفحتين وربع صفحة لأنني أراعي المعنى أنتم تعلمون أن مثلا في صورة البقرة أربع أربع تتحدث عن سيدنا موسى بعدها ربع يتحدث عن داود وصليماء إذن لو قسمنا القرآن على المعنى هذا لا يتحقق تجدون ربعا حوالي ثلاث صفحات أربعة وربع صفحة إذن المعنى ليس مقدم المراعاة الأولى هو المساواة التقسيم أو المساواة عدد الكلمات وننظر للمرة الثانية لكمام المعنى ولكن لا يتحقق كثيرا ثم هذين هذين هي المساواة والمعنى هذا ما وجدته عند العلماء هذا وجدت هذين عند من تكلموا عن التقسيم لكن أنا اكتشفت 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 هذا بعد طول نظر بعد طول نظر رزقني الله هذا الأمر أولا وجدت أن العلماء يقسمون القرآن على كلمة متفردة أليست الكلمة أليس الربع يميز بكلمة يعني مثلا ما الذي ميز سورة البقرة كلمة البقرة رضيها ما الذي ميز سورة آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران من الذي ميز كلمة سورة الشورى وأمرهم شورى بينهم إذن السور تتميز بكلمة لو أردت أن أميز ربعا سورة دي أردت أن أميز ربعا هل أميزه بيا أيها الذين آمنوا هل أميزه مثلا بكلمة تتكرر كثيرا أم أميزه بكلمة لم تأتي في القرآن أبدا أو الهيهات لم تأتي إلا مرة فلو قلت إقرأي ربع هيهات ستعرفين أنه الربع الثاني من سورة المؤمنين إذن أول أول شرط في التقسيم التفرد التفرد يعني لفظ متفرد لم يأتي في القرآن إلا مرة يبقى منيبين كلمة منيبين لم تأتي إلا مرة ترجي من تشاء منهن ترجي لم تأتي إلا في الأحزاب ترجي إذن لو أنا قلت مثلا اقرأي ربع ترجي ستعرفين أنه مباشرة في سورة الأحزاب إذن يبقى القسم الأول من مراعاة التقسيم هو التفرد والتفرد على ثلاثة أنواع إما بكلمة زيتون كلمة واحدة أفقط معون هي كلمة واحدة منيبين كلمة واحدة لي متى يعني لأن إذ تكررت كثير في القرآن أنا أقول وإذ ابتلى وقعت كم مرة في القرآن كلمة وإذ ابتلى مع بعضهم وهي مرة واحدة إذن هي بداية الربع لو قلت لك اقرأي ربع وإذ ابتلى ستعرفون أنه في البقرة ربع ما ننسخ يعني ما هي كلمة واحدة لكن ما ننسخ يبقى كلمتين يبقى بثلاثة كلمات أو بثلاثة كلمات ليس بكلمة واحدة ولا اثنين ولكن بثلاثة كلمات يبا هذا هو التقسيم الأول أو المراعاة الأولى طيب هذا مذهب المصريين ومذاهب الأفارقة آخر لقطة نتحدث فيها المشارقة يميزون بداية الأرباع بأمرين بالتفرد والتمييز التمييز ما معنى التمييز اسمعوا الكلام الجميل كلكم تعرفون أن بداية الحزب الثاني في عندكم وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمن وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثون لهم هذا بداية الربع عندكم وبداية الحزب صحيح لماذا نحن نبدأ فتطمعون أنتم لماذا تبدأون وإذا لقوا الذين آمنوا مذهب المشارقة إذا كان إذا كان اسمعوا جيدا اسمعوا صورة تي إذا كان إذا كان هناك آيتي بنفس بنفس البداية أخذناهما ربعين نميز واحدة عن الأخرى مرة أخرى وإذا لقوا الذين آمنوا تكررت في البقرة مرتين عندنا في مصر لا الأولى ولا الثانية علامة للربع أما عندكم وإذا لقوا الذين آمنوا الأولى ليست علامة والثانية أخذت حتى تميزون للقارئ أو الحافظ الموضعين فتقول وإذا لقوا الذين آمنوا فتقول الأولى أم الثانية إذن أنا ساعدت القارئ على إذكار الآيات تفهمون مرة أخرى أنا جعلت القارئ يتذكر الآيات أعطي لكم مثال أنتم الربع يبدأ يعتذرون إليكم في سورة التوبة نحن يبدأ الربع إنما السبيل لماذا إنما السبيل ميزنا إنما السبيل في التوبة عن إنما السبيل في الشورى لأن كلمة إنما السبيل وقعت مرتين في القرآن مرة في سورة التوبة ومرة في الشورى نحن جعلنا الأولى ربع والثانية ليست ربعاً إذن هذا تمييز إن شر الدواب عند الله في سورة الأنفال أليست الموضع الأول ربع تفهمون؟ الموضع الثاني في نفس السورة هل هو ربع؟ لا إذن أخذنا الأولى تمييزاً عن الثانية يبه هذا الأصل اسمه التمييز التمييز أي ميزنا بين صدرين بين صدرين في الآية بين صدرين وقع في القرآن أخذنا الأول ربع والثاني ربع والثاني ليس ربع يعني كل من يرزقكم وقعت في يونس ووقعت في سبع أخذنا سبع ربع ويونس ليست ربعاً لو نظرتم في أرباع القرآن ستجدونها إما للتفرد أو التمييز تفرد أو تمييز ماذا؟ إن لم نجد تفرد أو تمييز ننظر للمساواة يبه فهمتم؟ يبه ثلاثة يبه ننظر للتفرد أو التمييز إن لم نجد تفرد أو تمييز ننظر للمساواة نجعل الربع مساوي للربع الذي بعده وهذا ليس متحققاً كثيراً في القرآن الكريم هذا وجزاكم الله خيراً نبدأ المرة القادمة من أول سورة البقرة نختار بعض الآيات نتكلم عنها شكراً لكم سوارتتيك وكل الحاضرون نعم سيا شكراً لك جزاكم الله خيراً كثيراً نعم سيا شكراً لكم نحن سيا شكراً لكم ممكن تخطي صورة مجمعة للكل وتفاصيلينها صارتتيك نعم سيا نعم سيا إن شاء الله نسيته على الأمس بخمسة جنيهات سأعطيك خمسة جنيهات كم أرسل يالله السلام عليكم اشتركوا في القناة